بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزاء الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نراحب بكم في خدمة دروس وموضوع درسنا لهذا اليوم هو العمليات على العبارات الجذرية في جزئه الثاني للصف الثالث متوسط بالفصل الدراسي الثاني عزاء الطلاب والطالبات تعلمنا في الجزء الأول من العمليات على العبارات الجذرية جمع وطرح العبارات الجذرية ذات الجذور المتشابه وتعلمنا كذلك جمع وطرح العبارات الجذرية ذات الجذور غير المتشابه فماذا تتوقعون أن نتعلم في هذا الجزء من العمليات العبارات الجذرية؟ سنتعلم هذا اليوم ضرب العبارات الجذرية مثال بصت العبارة ثلاثة جذر خمسة زائدا ستة جذر الخمسة الحل لدينا العبارة ثلاثة جذر خمسة زائدا ستة جذر خمسة العبارة تتكون من حدين في الحد الأول ثلاثة جذر خمسة وفي الحد الثاني ستة جذر خمسة ولو أردنا أن نسأل السؤال الآتي هل يوجد قاسم مشترك بين الحدين؟ نعم يوجد وهو جذر خمسة في الحد الأول لدينا جذر خمسة وفي الحد الثاني كذلك لدينا جذر خمسة بأخذ جذر خمسة كقاسم مشترك بين الحدين سيتبقى في الحد الأول ثلاثة زائدا في الحد الثاني سيتبقى الستة إذن سيكون لدينا ثلاثة زائدا الستة مضروبة في جذر الخمسة ثلاثة زائدا الستة بتسعة والتسعة مضروبة في جذر خمسة سيكون الناتج يساوي تسعة جذر الخمسة إذن العبارة ثلاثة جذر خمسة زائدا ستة جذر خمسة سيكون ناتجها هو تسعة جذر الخمسة تقويم بسط العبارة جذر سبعة ناقصا ستة جذر السبعة الحل لدينا جذر سبعة ناقصا ستة جذر السبعة العبارة تتكون من حدين حيث في الحد الأول لدينا جذر سبعة وفي الحد الثاني لدينا سالب ستة جذر سبعة لو أردنا السؤال هل يوجد قاسم مشترك بين الحدين؟ نعم يوجد قاسم مشترك بين الحدين وهو جذر سبعة حيث أنه موجود في الحد الأول وموجود كذلك في الحد الثاني بأخذ جذر سبعة كقاسم مشترك الحد الأول بعد أخذ جذر سبعة كقاسم مشترك سيتبقى الواحد وفي الحد الثاني بعد أخذ جذر سبعة كقاسم مشترك سيتبقى السالب الستة إذن سيكون لدينا واحد ناقصا ستة مضربة في جذر السبعة واحد ناقصا ستة بسالب خمسة بسالب خمسة مضربة في جذر سبعة سيكون ناتج يساوي سالب خمسة جذر السبعة إذن تبسيط العبارة جذر سبعة ناقصا ستة جذر سبعة يساوي سالب خمسة جذر السبعة إذن أوجدنا المطلوب مثال بسط العبارة ثلاثة جذر إثنان مضربا في إثنان جذر السبعة الحل العبارة تتكون من حاصل ضرب حدين حيث في الحد الأول لدينا ثلاثة جذر إثنان وفي الحد الثاني لدينا إثنان جذر أسد ولو تحضنا الحد الأول وجود فيه جذر إثنان وفي الحد الثاني موجود جذر السبعة في هذه الحالة نضرب العدد في العدد والجذر في الجذر بمعنى نضرب الثلاثة في الإثنان الثلاثة مضربة في إثنان سيكون الناتج الستة ضرب بضرب الجذر في الجذر جذر إثنان مضربا في جذر السبعة عند ضرب الجذور فإن نضرب ما بداخل الجذور بمعنى لدينا جذر 2 مضروباً في جذر 6 سيكون الناتج ساوي جذر 2 مضروباً في الـ 6 2 مضروباً في الـ 6 بـ 12 سيكون لدينا جذر 12 إننا حصلنا على 6 مضروبة في جذر 12 هل بإمكاننا نتبسيط العبارة؟ أم نتوقف عند هذا الحد؟ بإمكاننا حيث بإمكاننا تحليل الـ 12 تحليل الـ 12 بقسمة الـ 12 على الـ 12 12 مقسمة على الـ 2 بـ 6 والـ 6 كذلك تقبل القسمة على الـ 2 6 مقسمة على الـ 2 بـ 3 والـ 3 تقبل القسمة على الـ 3 سيكون الناتج 1 إذن العوامل الأولي إلى الـ 12 هي الـ 2 مضروباً في الـ 2 مضروباً في الـ 3 بمعنى 2 أس 2 مضروباً في الـ 3 إذن سيكون لدينا الـ 6 مضروبة في جذر 12 وجذر 12 بعد تحليل العوامل الأولية هو عبارة عن جذر 2 تربيع مضروبا في الثلاث إذن سيكون لدينا 6 مضروبة في جذر 2 تربيع بإمكاننا يخراج الـ 2 تربيع خارج الجذر التربيعي بـ 2 ويتبقى داخل الجذر 3 إذن سيكون لدينا 2 مضروبة في جذر 3 نضرب الآن الـ 6 في 2 6 مضروبة في العثنان بـ 12 12 مضروبة في جذر 3 بـ 12 جذر 3 إذن الناتج النهائي سيكون 12 جذر 3 إذن عند تبسيط العبارة 3 جذر 2 مضروبة في 2 جذر 6 سيكون الناتج النهائي 12 جذر 3 تقويم باست العبارة 2 جذر 6 مضروبة في 7 جذر 3 الحل لدينا حاصل ضرب حدين في الحد الأول 2 جذر 6 وفي الحد الثاني 7 جذر الثلاث حيث الحد الأول يتكون من جذر 6 وفي الحد الثاني يتكون كذلك من جذر 2 ولدينا في الحد الأول 2 وفي الحد الثاني 7 بضرب الاثنان في السبعة والجذر في الجذر بمعنى نضرب الاثنان في السبعة إثنان ضرب السبعة في أربعة عشر مضروبة في جذر ستة ضرب جذر ثلاثة تكلمنا سابقا عند ضرب الجذور فعند نضرب ما بداخل الجذور بمعنى نضرب الستة في الثلاثة ستة مضروبة في الثلاثة سيكون الناتج ثمانية عشر إذن سيكون لدينا أربعة عشر مضروبة في جذر ثمانية عشر هل بإمكاننا تبسيط العبارة كذلك أم نتوقف عند هذا الحد؟ بإمكاننا حيث أن ثمانتاش بإمكاننا تبسيطها لقسمة الثمانية عشر على الاثنان الثمانية عشر مقسمة على الاثنان سيكون الناتج تسعة والتسعة تقبل القسمة على الثلاثة تسعة مقسمة على الثلاثة سيكون الناتج ثلاثة والثلاثة تقبل القسمة على الثلاثة وسيكون الناتج الواحد إذن العوامل الأولية الثمانية عشر هي إثنان مضروبة في الثلاثة قس إثنان إذن سيكون لدينا 14 مضروبة في الجذر التربيعي لـ 18 وعبارة عن الجذر التربيعي لـ 2 مضروبا في 3 تربيع إذن 14 مضروبة في الجذر التربيعي بداخله 3 تربيع بإمكاننا أخراجه خارج الجذر التربيعي بـ 3 ويتبقى داخل الجذر 2 سيكون لدينا 3 جذر 2 بضرب 14 في 3 14 مضروبة في الثلاثة سيكون الناتج 42 مضروبة في جذر 2 إذن سيكون لدينا 42 جذر 2 إذن تبسيط العبارة 2 جذر 6 مضروبة في 7 جذر 3 تساوي 42 جذر 2 وهو المطلوب مثال بسيط العبارة 3 جذر 5 مضروبة في قوس بداخله 2 جذر 5 زائدا 5 جذر 3 الحل لدينا العبارة 3 جذر 5 مضروبة في قوس بداخله 2 جذر 5 زائدا 5 جذر 3 إذن لدينا حد مضروبة في حاصل جم حد لو لاحظنا الحدين الحد الأول 2 جذر 5 والحد الثاني 5 جذر 3 الجذور غير متشابهة إذن في هذه الحالة بضرب الحد الأول في الحد الأول بداخل القوس ومن ثم ضرب الحد الأول في الحد الثاني بداخل القوس بمعنى ضرب الثلاثة في الاثنان ثلاثة ضرب اثنان سيكون الناتج 6 ومن ثم نضرب الجذر في الجذر جذر 5 مضروبة في جذر 5 5 ضرب 5 بـ 25 الجذر التربيعي لـ 25 هو الخمسة إذن سيكون لدينا 6 ضرب الخمسة وهي عبارة عن ناتج حاصل ضرب ثلاثة جذر 5 في اثنان جذر 5 زائدا نضرب ثلاثة جذر 5 في خمسة جذر 3 نضرب العدد الثلاثة في العدد خمسة ثلاثة ضربة في الخمسة سيكون الناتج 15 الآن نضرب جذر 5 في جذر الثلاثة جذر 5 مضروبة في جذر الثلاثة خمسة ضرب ثلاثة بخمسة عشر سيكون الناتج جذر 15 إذن 3 جذر 5 مضروبة في خمسة جذر ثلاثة يساوي 15 ضرب جذر 15 ستة ضرب خمسة بثلاثون زائدا خمسة مضروبة في جذر 15 هل بإمكاننا تبسيط جذر 15؟ 15 عبارة عن حاصل ضرب ثلاثة ضرب خمسة إذن لا يمكننا تبسيطها إذن سيكون لدينا 15 جذر 5 إذن تبسيط العبارة 3 جذر 5 مضروبة في قوس بداخله 2 جذر 5 زائدا 5 جذر 3 يساوي 30 زائدا 15 جذر 15 تقويم بسط العبارة 3 جذر 2 مضروبة في قوس بداخله 4 جذر 3 زائدا 6 جذر 2 الحل لدينا حاصل ضرب حد في مجموح حدين حيث الحد هو 3 جذر 2 سوف نقوم بضربه في 4 جذر 3 زائدا 6 جذر 2 بداخل القوس الجذور غير متشابهة لذلك سنضرب 3 جذر 2 في الحد الأول بداخل القوس بضرب العدد 3 في العدد 4 3 ضرب 4 بـ 12 ضرب نضرب الجذر 2 في جذر 3 جذر 2 ضرب جذر 3 2 ضرب 3 بالـ 6 إذن سيكون ناتج جذر 6 زائدا نضرب 3 جذر 2 في 6 جذر 2 ضرب الثلاثة في الـ 6 3 ضرب 6 بـ 18 ضرب نضرب جذر 2 في جذر 2 جذر 2 مضرب في جذر 2 بجذر 4 و جذر 4 يساوي الـ 2 إذن نضربها في الـ 2 إذا سيكون لدينا 12 مضربة في جذر 6 زائدا 18 مضربة في 2 جذر 6 هل بيمكن تبسيطه؟ جذر 6 عبارة عن حاصل ضرب 2 في 3 ولا يمكننا تبسيط 2 و 3 لذلك سيكون لدينا 12 مضربة في جذر 6 زائدا 18 مضربة في الـ 2 بـ 6 و 3 إذن زائدا 6 و 3 إذن تبسيط العبارة 3 جذر 2 مضربة بيقوس بداخلها 4 جذر 3 زائدا 6 جذر 2 يساوي 12 جذر 6 زائدا 36 تعلمنا اليوم ضرب العبارات الجذرية في الختام عزائي الطلاب والطالبات أتمنى أن نكون قدمنا درس مفيدا لكم وأثرين العملية التعليمية لديكم ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء قريب بإذن الله وداعا